السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى السلام أمعد أهلا وسهلا بكم عزائي الطلاب والطالبات في درس جديد من مادة التربية المهنية بإذن الله عز وجل في هذا اليوم سنتحدث عن المقابلة الشخصية وسنتحدث عن أهمية المقابلة الشخصية لأن المقابلة الشخصية تشكل لا شك أهمية للدخول والانخلاط في سوق العمل ومن المهم جدا امتلاك تلك المهارة المرتبطة بالمقابلة الشخصية حتى تتمكن من الحصول على الوظيفة بإذن الله عز وجل فلنبدأ معكم سويا على بركة الله أهداف هذا الدرس أولا أن تعرف مفهوم المقابلة الشخصية ثانيا أن تبين أهمية المقابلة الشخصية بعد ذلك أن تصنف أنواع المقابلات الشخصية وبعده تحدد خطوات الاستعداد لإجراء المقابلة الشخصية الإلكترونية لنبدأ معكم على بركة الله عند تخرجك من المرحلة الثانوية من المرحلة الثانوية متوجها أو متوجا بالنجاح يكون أمامك تفكير عميق في اتخاذ الخطوة القادمة والمتعلقة بمستقبلك المهني وحياتك العملية هناك مساران لا بد لك من أن تختار أحدهما استكمال تعليمك العالي من خلال الالتحاق بالجامعة أو التحاق بعالم العمل من خلال العمل الحر أو شغل إحدى الوظائف التي تتلاءم مع مؤهلك وقدراتك الشخصية بإذن الله عز وجل بعد أن تنتهو من المرحلة الثانوية بكل نجاح وبكل تميز سيكون أمامكم خياران أمامكم اختيار أحد هذه الخيارات الخيار الأول هو خيار إكمال الدراسة في الدبلوم أو البكالوريوس المرحلة الجامعية أو حتى بعد ذلك إكمال الدراسات العليا هذا الخيار الأول سيكون أمامك طبعا من المهم جدا أن تختار هل ستكمل دراستك أم ستتجه إلى الخيار الآخر وكما أشرنا سابقا في كيفية تحديد في تحديد مسارك المهني وفقا لميوليك وتختار أي هذه الطريقين فإن رغبت في إكمال الدراسة هل ستحتاج إلى المقابلة الشخصية أم لا نعم ستحتاجها خصوصا إذا ما أكملت ووصلت إلى الدراسات العليا فهناك بعض الجامعات التي من اشتراطاتها كما ذكرنا سابقا تقديم السيرة الذاتية كذلك المقابلة الشخصية لكنك ستحتاج إلى مهارات المقابلة الشخصية إذا ما اخترت الخيار الآخر وهو العمل بعد المرحلة الثانوية أو حتى بعد إكمالك الدراسة فإذا سواء أكملت الدراسة أم بعد المرحلة الثانوية أو توظفت مباشرة بعد المرحلة الثانوية ستحتاج إلى معرفة وامتلاك مهارات المقابلة الشخصية حتى تستطيع الحصول على تلك الوظائف التي ترغب أن تعمل بها هنا تكمن أهمية المقابلة الشخصية وسنتطرق لذلك وسنتطرق كذلك إلى كيفية التعامل مع الأسئلة المختلفة في المقابلة الشخصية وما هي أنواع المقابلات الشخصية وما هو أنواع المطلوب منك في كل نوع لذلك تكمن أهمية هذا الموضوع وهو المقابلة الشخصية ومن اللطيف أن تبدأ بمعاحد زملائك بأن تجري معهم مقابلة شخصية وكذلك أن يجري معك مقابلة شخصية تستفيد من ذلك أنك أولا ستكسر حاجز الخوف والرهبة من المقابلة الشخصية ثانيا ستعرف كيف تجيب على الأسئلة المختلفة وتكون حاضرا ذهنيا في إجابتك على هذه الأسئلة إذا ما تطرقنا إلى حاجز الخوف هل المقابلة الشخصية فعلا مخيفة أو أن يوجد فيها شيئا من القلق أو غير ذلك لا يستلزم كل ذلك القلق أو الإضطراب أو التخوف من المقابلة الشخصية فقد تحتاج أولا أن تستعين بالله عز وجل وأن تتوكل عليه وأن تستعد للمقابلة الشخصية وضاع في حسبانك وفي ما يدور في خلدك أن هذه المقابلة الشخصية هي السبب لأن كان الله عز وجل قدر لك تلك الوظيفة ستحصل عليها وإن لم تحصل عليها بإذن الله عز وجل ستحصل على فرص وظيفية كثيرة موجودة في عالم العمل في المملكة العربية السعودية خصوصا بعد رؤية المملكة العربية السعودية 20-30 والتي خلقت عدد كبير جدا من الفرص الوظيفية ما هو مفهوم المقابلة الشخصية المقابلة الشخصية عبارة عن مناقشة وحوار بين المتقدم للوظيفة والمسؤولين عن التوظيف هذه بكل بساطة فكرة المقابلة الشخصية فهو حوار يدور بينك أنت كراغب ومتقدم للوظيفة وبين المسؤول عن التوظيف حتى يتم اختيار قبولك في تلك الوظيفة أو اعتذارهم عن قبولك في الوظيفة كيف أستعد لذلك وكيف أجيب على الأسئلة سنتناول كل هذه النقاط كذلك من ما سنتناوله بإذن عز وجل ما هو أهمية المقابلة الشخصية هل المقابلة الشخصية مهمة لك أنت كمتقدم للوظيفة أم مهمة لصاحب العمل فكر في الإجابة على هذا السؤال أيهما يشكل أهمية بالنسبة لك كمتقدم أو بالنسبة لصاحب العمل أحسنتم الإجابة المقابلة الشخصية هي مهمة لكل الطرفين فهي مهمة لصاحب العمل كما أنها مهمة للمتقدم للوظيفة وسنتناول أولا ما هي أهميتها لصاحب العمل أهمية المقابلة الشخصية لصاحب العمل أو لجهة التوظيف أولا الحصول على معلومات حاسمة لاتخاذ قرار التعيين فمن فوائد المقابلة الشخصية هو اتخاذ قرار التعيين أو التوظيف أو لا قد الله خلاف ذلك الاعتذار عن قبولك في هذه النقطة لا بد هناك نقاط تشكل أهمية وقد تكون أمرا حاسما ومفصليا في قبولك في هذه الوظيفة من عدمها وسنتناول كذلك مجموعة من النقاط من متطلبات أو سمات مهم جدا أن تكون متوافرة لديك حتى تحصل على هذه الوظيفة وبالتالي يتم اتخاذ قرار توظيفك من عدمه لا قدر الله كذلك ما يشكل أهمية في المقابلة الشخصية لجهة التوظيف التعرف على مقاومات الشخص المتقدم للوظيفة المتاحة قبل إصدار حكم نهائي بخصوص تعيينه أو لا من النقاط المهمة لصاحب العمل أو لجهة التوظيف كأهمية هي معرفة مقاوماتك وهل تمتلك المقاومات اللازمة والكافية لشغل تلك الوظيفة خصوصا تلك المقاومات المرتبطة في المجال المهني أو العملي فحينما على سبيل المثال يتقدم مهندس للحصول على وظيفة يتم التأكد فعلا أن لديه المقاومات التي تؤهله للحصول على هذه الوظيفة وبالفعل يعرف كيف يقوم بتطبيق ما تعلمه أو إن كان له تجربة وخبرة سابقة أن يستفيد من تجاربه وخبراته السابقة في تطبيقها في جهة العمل التي سيعمل بها فمهم جدا أولا أن تمتلك تلك المقاومات أن تمتلك المقاومات المرتبطة بالوظيفة التي تريد أن تحصل عليها كذلك أن تظهر هذه المقاومات أثناء المقابلة الشخصية وسنتحدث عن ذلك أثناء الحديث عن أهمية المقابلة الشخصية للمتقدم للوظيفة كذلك من النقاط التي تشكل أهمية المقابلة الشخصية لجهة التوظيف التعرف على بعض السمات الشخصية المتقدم إلى الوظيفة خصوصا تلك التي يحتاجها العمل هناك بعض السمات التي يحتاجها العمل سمات شخصية يحتاجها العمل فمثلا من تلك السمات أو المهارات التي يحتاجها العمل مثلا إن كان هناك وظيفة قيادية فيحتاج أن يعرف كيف يتعامل مع فريق العمل وكيف يديرهم وبعض السمات الأخرى التي تطلبها كذلك نشير هنا إلى بعض السمات الشخصية فمثلاً إن كانت الوظيفة فيها تعامل مع الجمهور ومع العملاء فمن النقاط أو السمات المهم جداً معرفتها هو مدى صبره وحلمه على التعامل مع الآخرين وكيف هل يتعامل معهم بشكل جيد أو خلاف ذلك فهذه من الأمور مهم جداً أن يتعرف عليها صاحب العمل أو جهة التوظيف قبل قبول الشخص فيتم أثناء المقابلة الشخصية إما سؤالها أو التعرف على ذلك بعدة وسائل وطرق متعددة حتى فعلاً يتم اختيار الشخص المناسب فلذلك مهم جداً أن تتعرف على ما هو مراد منك في تلك الوظيفة التي ترغب بالعمل عليها وأولاً أن تمتلك تلك المقاومات وتلك السمات التدرب عليها ثم بعد ذلك أن تكون مستعداً للإجابة عليها وإظهارها كما هي موجودة لديك بأفضل صورة كذلك من النقاط التي تشكل أهمية للمقابلة الشخصية لجهة التوظيف التحقق من صحة المعلومات الواردة في السيرة الذاتية سابقاً قدمت لهم سيرة ذاتية فيها مجموعة من النقاط من مؤهلاتك وخبراتك ومهاراتك وغير ذلك يتم التحقق من أثناء المقابلة الشخصية فعلاً من امتلاكك لتلك الشهادات أو الخبرات أو غير ذلك وقد يطلب منك أحياناً إحضار مستنداتك التي تثبت ذلك حتى يتم مطابقتها بعد ذلك يتم اعتماد قبولك في جهة التوظيف ثانياً أهمية المقابلة الشخصية للشخص المتقدم للوظيفة أولاً إظهار قدراته الفنية والمعرفية التي تتلائم مع متطلبات الوظيفة المتاحة أولى هذه النقاط التي تشكل أهمية لك أنت كمتقدم للوظيفة هو إظهار قدراتك الفنية والمعرفية وهذا قد لا يتاح في السيرة الذاتية لكنه سيكون متاحاً لك في أثناء المقابلة الشخصية فتستطيع أن تظهر معارفك ومعلوماتك وكذلك مهاراتك وغير ذلك أثناء المتقابلة الشخصية حتى تبين لهم أنك فعلاً الشخص المناسب لتلك الوظيفة كذلك عرض المؤهلات والخبرات بمرونة وطلاقة مدعماً بما هو مكتوب في الأوراق المقدمة التي هي السيرة الذاتية كتبت مجموعة من المؤهلات ومجموعة من الخبرات قد تكون متميزاً في حصولك على هذا المؤهل بتميز أو غير ذلك أو كذلك في الخبرات التي عملت بها والوظائف قد يكون هناك مجموعة من النقاط التي فعلاً أحدثت بها أثراً وتغيراً نحو الأفضل في جهات العمل التي عملت بها سابقاً قد لا يتيسر إظهار ذلك في السيرة الذاتية لكنك حينما تجرى معك المقابلة تستطيع إظهار تلك المؤهلات وتلك الخبرات بشكل أفضل حتى يعطي ذلك الانطباع الجيد عنك ثالثاً الإجابة على بعض الأسئلة التي تدور في ذهني المتقدم الوظيفة حول الوظيفة ومهامها وكذلك بعض المزايا المالية تستطيع أثناء المقابلة الشخصية أن تسأل عن بعض المتطلبات الوظيفية أو المزايا المالية أو بعض الأمور مثل المهام الوظيفية وغير ذلك تسأل عن ذلك أثناء المقابلة الشخصية وتتعرف على ما هو مطلوب منك في هذه الوظيفة هذه النقاط التي تتشكل أهمية لمتقدم الوظيفة وكذلك كما ذكرنا سابقاً النقاط التي تشكل أهمية المتقدم أو لجهة توظيف أو لصاحب العمل مهم جداً أن تتعرف على هذه النقاط بشكل جيد حتى تستطيع أن تستثمر المقابلة الشخصية بشكل فعال وتعطي انطباع جيد عنك ومتميز في المقابلة الشخصية هناك أمور مهم جداً أن تفعلها قبل المقابلة أولى هذه الأمور أن تتعرف وتتأكد من موعد المقابلة حتى تستطيع أن تحضر قبل ذلك بموعد كاف ثاني هذه النصائح هو موقع الجهة فبعد أن تعرف موعد المقابلة تعرف موقع الجهة وتتأكد من المدة الزمنية التي تحتاجها للوصول لمقر جهة التوظيف حتى لا تتأخر في الوصول وذلك قد لا يعطي انطباع جيد عنك فتراعي ذلك وتحضر قبل وقت كاف وبالإمكان استخدام بعض البرامج التقنية التي تساعدك في التعرف على المدة الزمنية للوصول ومهم جداً أن تحضر قبل وقت كاف فمثلاً إن كان موعد ذهابك لمقر العمل أو لجهة التوظيف مثلاً 20 دقيقة فتستطيع أن تحضر قبلها مثلاً بـ 40 دقيقة أو أكثر حتى تتلافى مثلاً الازدحام المروني أو أي عارض قد يعرض عليك لقد الله أثناء ذهابك لجهة التوظيف كذلك التعرف على الجهة فتدخل على موقع الجهة وتتعرف عليها وتعرف بتفاصيل أكثر وأكبر ما هو نشاطها ومن هم مثلاً مجلس الإدارة أو الإدارة في تلك الجهة وما هي الإدارات أو الأقسام الموجودة في هذه الجهة وتتعرف على تفاصيل كاملة قبل الدخول الوظيفة يفيد كذلك في سببين السبب الأول أو نقطتين النقطة الأولى أنه لربما تسأل عن مثل ذلك فتسأل عن الجهة التي ترغب بالعمل بها كذلك أن ذلك سيساعدك ويساهم في الإجابة بما يتوافق مع متطلبات أو نشاط أو بعض التوجهات أو الأهداف لتلك الجهة كذلك من المهم جداً أن تعرف معلومات عن الوظيفة التي ترغب بالعمل بها خصوصاً إن لم تكن عملت بها سابقاً فتقرأ ما هي المهام المرتبطة فيها وما هي مثلاً المتطلبات وما هي المهارات وغير ذلك تقرأ عن تلك الوظيفة حتى تستطيع أن تجيب كذلك بشكل أفضل أثناء المقابلة الشخصية كذلك مهم جداً أن تدخل بهندام ومظهر حسن من غير إسراف أو مبالغة فتلبس لبساً رسمياً أثناء ذهابك إلى المقابلة الشخصية لأن ذلك يعطي انطباع جيد عنك أولاً وكذلك يعطي انطباع جيد في المستقبل عنك حينما تتوظف وتعمل عن جهة عملك فالجهات تهتم كثيراً في أن تكون ذا هندام ومظهر حسن كذلك أن تحضر معك مستنداتك التي تحتاجها من صور المستندات من شهاداتك أو غير ذلك تحضرها من الجيد أن تحضر نسخة احتياطية معك في حال فقدانها لا قدر له كذلك من النصائح ما قبل المقابلة الشخصية سؤال المنظفين الجدد الذين توظفوا في هذه الجهة لأنه ربما يساعدونك في ما هي طبيعة الأسئلة التي قد تسأل عنها كذلك النوم مبكراً لأن ذلك سيساعد أولاً في ذهابك مبكراً ثانياً سيكون حضورك الذهني بشكل أفضل وبالتالي سيساعدك على الإجابة والحوار مع جهة التوظيف بشكل جيد التوكع على الله عز وجل ودعائه فالتوكع على الله عز وجل حق التوكل لأن أمر قبولك بالوظيفة من عدمه هو بيد الله عز وجل والله عز وجل بإذن الله عز وجل سيختار لك ما هو خير لك فترضى بما قسمه الله عز وجل وتتكل عليه وتفوض أمرك إلى الله عز وجل ومن الجيد كذلك أن تدعو الله عز وجل بدعاء الاستخارة وأن تصلي صلاة الاستخارة وتدعو بدعاء الاستخارة المعروف حتى أن الله عز وجل يختارك لك ما فيه خير لك في هذه الوظيفة أو أن يصرفها الله عز وجل عنك تلك الوظيفة بعد ذلك إغلاق الجوال أو إسماته حتى لا يرن الجوال باتصال أو إشعار أو غير ذلك وهذا قد لا يعطيك ذلك انطباع جيد عنك إذا حدث ونتاك اتصال أو إشعار أو غير ذلك قد يعطي انطباع أنك شخص غير مهتم بالمقابلة الوظيفية وعدم جديتك في العمل في الختام لا يسعوني أعزائي الطلاب والطالبات إلا أن أشكركم على حسن استماعكم وإنصاتكم استمتعنا واستفدنا معكم شكرا لكم دمتم بود